مباشرة مشاهدنا نوح لتقرير آخر تقرير سياسي بامتياز وأدبي أيضا حيث ناقش الأستاذ الدكتور عبدالله نقرش كتابه الربيع العربي الثورات والارتدادات بحضور الأمين العام لمنتدى الفكر العربي دكتور محمد أبو حمور ونائب رئيس الوزراء السابق أو الأسبق جواد العناني وأستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية حسني الشياب المزيد مع زملتنا هيا ستبوها تحت عنوان الربيع العربي الثورات والارتدادات ناقش الدكتور عبدالله نقرش كتابه في منتدى الفكر العربي بحضور الأمين العام للمنتدى محمد أبو حمور والدكتور جواد العناني والأستاذ الدكتور حسني الشياب صدر الكتاب الأول عن الربيع العربي تحت عنوان منوح الربيع العربي وذلك في إيلول عام 2011 كان ذلك تحت وقع اللحظة التاريخية التي فاجأت الجميع وما بين الرجوع إلى التاريخ وإلى فهم المفردات في العلوم السياسية كانت محاولة الفهم الأولى ومؤدها أن العالم العربي يشكل شعبي ومجدانيا حالة واحدة والإنسان العربي لا يختلف عن غيره من البشر الآخرين جواد العناني وهو النائب السابق لرئيس الوزراء الأسبق أكد خلال مناقشته أن الكتاب يستبعد أن تكون هذه الثورات الشعبية مجرد مؤامرة على العرب لاستنزاف قوتهم ومصادرها وثرواتها واعتبرها حركات لها مبرراتها في البنية السياسية والثقافية والاجتماعية للوطن العربي نظرية مؤامرة لا يؤمن بها كثيرا لكن يؤمن بأن الدول القوية في العالم لما رأت الربيع العربي وامتداداته بدأت تأخذ إجراءات لكي ترى مصالحها في هذه المنطقة ولذلك شاهدنا عندما تدخل الدول العظمى في بعض الأقطار العربية صارت في حروب بسبب تنازع المصالح فيها وصارت أيضا قوى إقليمية جديدة مثل إيران وتركيا الحقيقة اللي كمان لها مصالح مرتبطة بالثورات العربية التي جرت في سوريا وفي العراق وقضية الأكراد واحدة منها قمنا اليوم في مدد الفك العربي بإشهار كتاب الربيع العربي الارتدادات هذا الكتاب هو كتاب مهم جدا لأنه يتحدث عن الربيع العربي ليس بسرد تاريخي فقط وإنما بتحليل أسباب الربيع العربي صحيح أن أسباب الربيع العربي يظهر للبعض أنها أسباب سياسية لكن عمليا هي أيضا بالإضافة للأسباب السياسية التي توجه نحو الديمقراطية هي أسباب غياب العدالة وبالإضافة للأسباب الاقتصادي نتيجة انتشار الفقر والبطالة وغياب العدالة في توزيع الثروات بين الوطن العربي ويستضف منتدى الفكر العربي دائما الأدباء والمفكرين لمناقشة كتبهم أو لإعطاء المحاضرات التثقيفية الأدبية والأكاديمية شكرا هي أيضا على هذا التقرير موضوع الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي ثوراته وارتداداته وهذا الكتاب تحديدا موضوع بالفعل له ما له وعلي ما علي في الكثير من الأشخاص باتوا مقتنعون تماما أن هذه الثورات حتى لو بدأت بكل مشاهد العفوية ومشاهد أحقية أيضا بالنسبة للشعوب إلى أنه للأسف يعني في الكثير أيضا من الدول قد يكون تم سرقتها ويعني النتيجة للأسف كانت كارثية يعني بامتياز نحن في نهاية هذا العام وبداية العام الجديد يعني أمنياتنا بالفعل أنه يحل السلام تهدى الأمور في المنطقة العربية اليوم متحدث عن دول عربية أو وطن عربي بشرقه وغربه عم بتعرض بالفعل لأزمات أهلية أزمات عربية عربية أزمات خليجية خليجية وصراعات وغيرها يعني نهيكم طبعا عن السرطان اللي موجود في الوطن العربي اللي هو الكيان الصهيوني بالفعل أمنياتنا إنه خلص يعني بالعام الجديد يحل السلام وتحل الطمأنينة يا رب على الجميع ناخد وحضراتكم فاصل بعد الفاصل فقرتنا التغذوية اشتركوا في القناة